سؤال الأخ معاذي يمكن أن نعده من النوازل التي جاءت بها هذه الجائحة الطلاب الآن الذين يكونوا بينهم وبين جامعتهم فارق توقيت كثير تحضر وقت صلاة المغرب والعشاء وهو متسمر أمام الدرس إذا خرج عن الدرس فإنه سيؤاخذ سيكون ذلك على حساب دراجاته يتابع الدرس في وقت صلاة حضرت وقت صلاة المغرب وسيستمر الدرس لمدة ساعة مثلا هي الحالة كيف يتصرف مع الصلاة نصيحتنا له أن يحرص على أداء الصلاة أن يخسر شيئا من دراجاته في هذه المادة خير لهم أن يخسر دينه هذا في حالة أن يحصل تزاحم ما يعرف عند الفقهة والأصولين بالتزاحم بحيث لا يتسع الوقت أصلا لأداء الصلاة ولا مخرج له يعني لا يستطيع إما أن يحضر ذلك الدرس أو أن يختلس الوقت الكافي لأدائه للصلاة ولو لأداء الفريضة فإن حصل مثل هذا فصلاته أولى في هذه الحالة لكن في ظني أن له متسعا يستطيع أن يصلي مباشرة أول الوقت حينما يدخل الوقت مباشرة أو يستطيع أن ينتهز ولو خمس دقائق خاصة لصلاة المغرب ليس المطلوب من أن يطيل في صلاته وإنما بقدر ما يؤدي الفريضة على أقل تقدير إن لم يتمكن من أداء السنة المؤكدة معها أو أن يخرج من الدرس قبل نهاية الوقت قبل نهاية وقت الصلاة فيؤدي صلاته هل يسوغ له أن يجمع وهو مقيم يسوغ له على أن لا يتخذ ذلك على جهة التعود والتكرار أن يحصل معه ذلك كل يوم لا أن كان سيحصل معه كل يوم ليحرص على أن ينتهز فرصة يؤدي فيها صلاته ثم بعد ذلك يعود إلى الدرس ومرة أخرى أيضا أظن أن عندهم من الوسائل الوسائل التقنية ما تجعل الطرف الآخر يتوهم أنهم لا زالوا متابعين ليمضي هو في أداء صلاته أو أن يستأذن لا حرج عليه أن يستأذن إذا كانه في درس مباشر أو في أداء امتحان حي مباشر فيمكن له أن يستأذن لأداء الصلاة وبعد ذلك يعود لإكمال ما بقي عليه فهناك الكثير من الحلول ولا أظن أنه سيصل كما تقدم إلى حد التزاحم الذي يكون في إما أن يؤدي صلاته أو أن يؤدي الدرس ويمكن المقصول بالتزاحم هنا أي أن يؤدي الصلاة بعد خروج الوقت لا في هذه الحالة صلاته أولى والله تعالى ولكن أن تلقى تهديدا فيأخذ بالقول الآخر يقمع الصلاتين ولكن من غير أن يكون ذلك تعودا نعم طيب هذه نازلة يعني دفعت إليها أسباب موضوعية معقولة ولكن هناك نازلة الفراغ ومع ذلك نحن في هذا النوع من المسائل نفضل أن يكون السائل نفسه هو الذي يطرح مسألة حتى نتمكن من أخذ بعض التفاصيل منه يعني أن ينقل عن طالب آخر أو عن سائل آخر في هذا النوع من المسائل قد يغيب بعض التفاصيل التي نحتاج إلى معرفتها لبيان الحكم الشرعي جميعا كيف يتمنى ترجمة نانسي قنقر